صباح الخير أكيد علاء وفرح وصباح الخير لكل سادة المشاهدين صباح الخير للمرأة الفلسطينية حارسة نارنا وحارسة وجودنا صباح الخير لكل أبناء شعبنا في يوم المرأة الفلسطيني الوطني هذه المرأة التي أثبتت أنها قادرة على الصمود في وجه كل التحديات اليوم من بيتها من بيت الصمود ورمزية الاحتفال الجماهيري بيوم المرأة من على الجبل المقابل لجبل صبيح هذا الجبل الذي ارتقى عليه العديد من الشهداء وسالة دماء الشهداء والجرحى من أجل قضية ووطن المرأة الفلسطينية أثبتت هذه الهوية في هذا الصباح لنطلع أكثر على مجريات فعالية اليوم الوطن الجماهرية التي ستقام في بلدة بيتها الألاف من أبناء شعبنا اليوم سينضمون إلى هذا الجبل المقدس والذي أقول دائما عنه بقدس في رسالة وطنية هامة سنتعرف عليها من خلال ضيوفنا من بيتها وتحية الصمود تحية العطاء تحية الصبر تحية الإرادة من جبل صبيح اليوم المرأة الفلسطينية تحتفل بهذا اليوم في هذا الجبل وماذا يمكن أن نقول الدكتور هشام دويكات أحد أبناء هذه البلدة عن رمزية الاحتفال بهذا اليوم من على قمة جبل صبيح هذا الجبل الذي شهد أسطورة فيما يتعلق بالمقاومة الشعبية يعني سعد صباحكم وصباح كل المشاهدين صباح الوطن الجميل وكدسنا الحبيبة وصباح كل المناضلين والصامدين والمرابطين على هذه الأرض الفلسطينية التي إن شاء الله هذا الصمود والرباط سيفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها الكدس الشريف يعني هذا الاحتفال اليوم وهذا اللقاء باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية كما أسلفت حارسة نارنا المقدسة وحاميت تورتنا الدائمة وصمودنا على هذا الوطن وعلى هذه الأرض يعني لنا الكثير هو رمزية عظيمة ورمزية كبيرة حيث أن نصف المجتمع الفلسطيني المرأة الفلسطينية اليوم تأتي إلى جبل صبيح لكي ترسل رسالة إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأمة العربية والإسلامية وإلى كل العالم بأن نساء فلسطين قبل رجالها متواجدات مرابطات صامدات على جبل صبيح يأتينا لكي يعززنا الصمود ولكي يعززنا المواطنين في بيته في صمودهم ورباطهم على جبل صبيح هذه الرمزية تعني لنا الكثير هذه الرمزية تقول لنا بأن الكل الفلسطيني بنسائه بشيوخه بشبابه بأطفاله بزهراته الكل متحد يدا واحدة في وجه هذا الاحتلال في وجه هؤلاء المستوطنين الذين يسركون الأرض يوما بعد يوم ولكن نساءنا الفلسطينيات منهم الأسيرات ومنهم الشهيدات ومنهم المرابطات ومنهم المناضلات يقولن رسالتهن بشكل واضح لكل العالم أن هذه الأرض لنا ونحن نساء فلسطين من أنجبنا المقاتل ومن أنجبنا الفدائي ومن أنجبنا الصامد والمرابط والأسير والشهيد نحن الأصل ونحن الأساس على هذه الأرض نأتي اليوم وتأتي نساء فلسطين إلى جبل صبيح لكي يرسلنا هذه الرسالة إلى كل العالم والمفادها أننا سنبقى صامدين وستبقى نساء فلسطين صامدات ومقاتلات ومرابطات حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الكدس الشريف دكتور نساء بيتها أثبتت وجودها وحضورها في المقاومة الشعبية الفلسطينية قدمت الشهداء والجرحة كيف تنظر إلى رمزية هذه الاحتفالية اليوم من بين أمهات الشهداء وأمهات الجرحة وهذه الأم التي تضغط أيضا على الزناد مع ابنها في وجه هذا الاحتلال يعني نساء بيتها منذ اليوم الأول منذ ستة شهور حتى اليوم وهنا أيضا يساندنا الرجال ويساندنا الشباب بكافة الفعاليات بإعداد الطعام بمرافقتهم إلى الجبل بإعداد كل ما يلزم من أجل تعزيز هذا الصمود أم الشهيد التي نسأل الله أن يربط على قلبها وأم الأسير وأم الجريح هؤلاء اللواتي قدمنا الكثير واللواتي ما زلنا يضمدن جراحهن بالألم بألم الفراق ولكنهن صامدات ويقلنا بأن دماء أبناءنا لن تذهب هدرة وسيكملنا الطريق وسيكملنا مشوار مشوار الدم الفلسطيني ومشوار أبنائهن لأنهن هكذا هن من أنجبنا وربينا هؤلاء الشهداء وهؤلاء الأبطال ستبقى نساء بيتها صامدات مرابطات ورمزية هذا اللقاء هنا اليوم والاحتفال هنا اليوم يرسل رسالة وترسل كل نساء فلسطين رسالة إلى أمهات شهداء بيتها وإلى أمهات كل شهداء فلسطين بأننا معكم نألم لآلمك ونفرح لفرحك ولكن دماء أبنائكنا سوف ينرنا لنا الطريق من أجل أن نذهب إلى حريتنا القادمة بإذن الله وإلى دولتنا وعاصمتنا الكدس الشري شكراً لهذه الرسالة شكراً لهذا العطاء وهذا الصمود وهذا التحدي شكراً لهذه الكلمة بمناسبة يوم الورأة الوطني والذي تحتفل فيه فلسطين من على قمة جبل صبيح وإن شاء الله منكون على القمة في أقرب وقت ويتحرر هذا الجبل من بشاعة هذا الاستيطان معنى للحديث أكثر وبدأ أحكي لها كل عام وانت بألف خير طبعاً دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الأمان العام من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يسعد صباحك كل عام وانت بخير يسعد صباحك كل عام أن نساءنا الفلسطينيات بألف خير في الوطن والشتات يعني بدي أسألك بداية يعني اليوم بيتها تحتفل بهذا اليوم مع كل نساء فلسطين رمزية هذا الاحتفال تحديداً في بيتها ولماذا كان الاختيار بيتها؟ بالبداية النقطة الأولى لابد أن نقول بأنه هذا اليوم 26 أكتوبر يعني هو إحياءاً ذو قيمة وطنية عامة وقيمة إنسانية ورمزية ونضالية للمرأة الفلسطينية التي اخترت هذا اليوم امتداداً لنضالات المرأة منذ أول مسيرة لها وأول مؤتمر لها في 26 أكتوبر سنة 29 ومشاركتها أيضاً في الحالة النضالية في التصدي لعصابات المستوطنين والانتداب البريطاني ومن ثم عصابات المستوطنين في ذلك الوقت وثورة البراق يعني إثر ذلك النقطة الثانية نقول بأن المرأة الفلسطينية في هذا اليوم أرادت أن ترسل رسالة هامة بأن نضالاتها الوطنية في مواجهة الاحتلال ونضالاتها الحقوقية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل هذه النضالات تتجسد اليوم بأنها تنقل احتفالها إلى بيتها محطة نضالية مهمة جداً ترسل هذه الرسالة من خلال بيتها منها يمستمر بنضالاتها المختلفة الأشكال والمتعددة ومن هنا من بيتها حيث نساء بيتها استطعنا أن يجسدنا يعني حقيقة هذه المفاهيم مجتمعة هي تشارك في النضال من أجل كنس الاحتلال من أجل طرد المستوطنين من أجل إزالة البؤر الاستطانية من أجل إزالة الاحتلال من هذا الموقع ومن عن جبل صبيح النقطة الثالثة هي رسالة بأن المقاومة الشعبية هي استراتيجية نضالنا وفعلنا النضالي وبالتالي في إطار هذه المقاومة الشعبية في بيتها تنخرط المرأة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل فهي المرأة الفلسطينية هي مواطن فلسطيني هي جزء من هذا الشعب الفلسطيني المستهدف من قبل الاحتلال الأرض مستهدفة والإنسان مستهدف وبالتالي إذا كانت أرض بيتها وعلى جبل صبيح يعني هي الأرض مستهدفة فأيضاً الإنسان بما يمثل بذاكرةه بوعيه بارتباطه بالأرض هو مستهدف وهنا نقول نحن في موسم الزيتون هذا الشهر شهر الزيتون وقاطفات الزيتون يعني هن الأساس في موسم الزيتون المرأة الفلسطينية هي الأساس في موسم الزيتون إذا كان هذا هو من أهم المواسم الاقتصادية للشعب الفلسطيني فالمرأة الفلسطينية هي عنوانه لأنها هي التي نجدها يعني نجوب السهول ونرى الجبال ونرى النساء المتواجدات في كل مكان يقطفنا الزيتون فبالتالي هذه الرسائل المتعددة تأكيدا على تحية للمرأة الفلسطينية تأكيدا على دورها الوطني والنضالي في كل جوانبه وبالتحديد في مواجهة الاحتلال وأيضا تأكيدا على دورها في المقاومة الشعبية في التصدي للإحتلال بالتحية لهذه الرسائل وأنتم جزء من هذا النضال من هذا النضال المشرف لشعبنا الفلسطيني شكرا لك سيدة دلال سلامي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الأمان العامة وأخيرا لربما من بيتها ونحتفل بهذا اليوم الوطني في بيتها نريد أن نسمع من شمس بيتها أنا بحب أحكي له دايما أمال بني شمسة أحد شموس بيتها التي استطاعت أن تؤكد دور المرأة الفلسطينية في المقاومة وانخراطها بجانب الرجل في العمل المقاوم يسعد صباحك أمال وكلمة للنساء عبر شاشة تلفزيون فلسطين من بيتها صباح الخير يعطيكم ألف حافية جميعا بحب أقدم لكل نساء فلسطين التي تغزل بأنامل من نور ويقين كل عام وأنت ألف خير يا رب وأكيد كل التحية لنساء فلسطين وكل التحية لكل نساء بيتها ويعطيكم ألف حافية أهلا وسهلا فيك إذن مشاهدينا هي تحية من نساء بيتها من نساء فلسطين لكل نساء الفلسطينيات لكل نساء العالم لأن المرأة الفلسطينية تعلم الصمود والتحدي والإرادة لكل العالم لهون مشاهدينا منيجي لختام هذه النافذة المباشرة من منطقة جبل صبيح وعودة مرة أخرى لسيطاتنا في رمال الله إليكم على وفرح ترجمة نانسي قنقر